بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم معكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله هنبدأ مع بعض revision على منهج L-Science للصف الأول الإعدادي revision مهمة جدا وإن شاء الله هيجي منها أسئلة كتير في الامتحان أو أسئلة شبهها فأتمنى أنتم تركزوا في كل سؤال موجود في المنزمة دي في المراجعة دي هنقش مع بعض حوالي 100 سؤال والمئة سؤال دولت مهمين جدا وجون في امتحانات قبل كده وبالتالي عاوزين الناس تركزوا همشي سؤال سؤال واللي مش عارف سؤال ممكن يرجع ليه تاني ولو في سؤال مش عارفه اكتبلي في التعليقات يلا بنا نبدأ أول سؤال بيقول لي In solar energy is converted into A إحنا عندنا حاجة اسمها solar cell وحاجة اسمها solar heater خليها ماشين واحدة واحدة إحنا كان عندنا درس والدرس ده كان بيتكلم على فكرة energy transformation يعني إيه تغيير الطاقة من شكل لشكل تاني لو تفتكر وقلنا إن من أنواع الترانسفورميشن دي إن كان أنا ينفع أحول solar energy لحاجة تانية فمثلاً إكزامبل عندي حاجة اسمها solar cell دي بيتحول solar energy to electric energy أنا بس أشرح السولار سيل ليه لأن الناس عم بتتلغبه من السولار سيل والسولار هيتر طيب أدي السولار سيل يا مستر السولار سيل بيحول من solar لإلكتريك طيب السولار هيتر هيحول من electric to heat هيحول من electric A to heat energy the color property distinguishing factor between color property اللون بيفرق ما بينهم هل الفلور والشوجر silver and gold ولا أكسجن and helium طبعاً silver and gold اللون قصده هنا كلمة اللون وdistinguishing يعني مميز يعني أو حاجة بتفرق ما بينهم number three بيقول لي the third energy level المستوى التالت بيشيل كام طبعاً إحنا عارفين الليفل الأول بيشيل 2 والتاني بيشيل 8 والتالي بيشيل 18 فالإجابة هتبقى be 18 question four substance is solid and can't be softened by heating حاجة تكون صلبة وماينفعش إن هي تبقى soft by heating طبعاً الإجابة هنا هتكون sulfur ليه؟ لأن الكابر والألمينيوم دولة لما حنسخنهم جامد عن درجة حرع علي جداً هيحصل لهم melting تحولوا soft يعني question number five يقول لي chemical energy can't be stored in طبعاً الchemical energy الطاقة الكيميائية بتتخزن في الكار باتري السؤال اللي بعد كده سؤال number six بيقول لي chemical activity of an element depend on number of eight فكرة الchemical activity النشاط الكيميائي يعني الاتوم دي تبقى ناشطة أو مش ناشطة إحنا كنا خدنا إن في حاجة اسمها ااتوم وإن الاتوم دي فيها بروتونس ونيوترونس جوه نيوكلوس وبره نيوكلوس في حاجة اسمها إلكترونس أهي الإلكترونس دي هي المسؤولة عن النشاط الكيميائي عن chemical activity فدايماً لو كان مثلاً الليفل الأخير في مثلاً فكنا بنقول إن الاتوم دي مش ناشطة ده الاتوم دي كده inactive كنا بنسميها inactive ولما كان مثلاً بيبقى فيه seven electron في الآخر آه ده أنت كده active ليه؟ لأن أنت عاوزة كأتم يعني عاوزة one electron to complete the outer most energy level عشان تكملي الليفل الأخير فكنا بنقسم المaterials أو الجازس حتى لو خدنا الجازس example لأكتف جازس وينactive أو أكتف وين أكتف اللي less than eight in outer most energy level ده بيبقى active واللي completely filled with electron ده بيكون inactive فمسلاً لو جينا بصينا على الإكزامبل مثلاً ناخد إكزامبل سهل لو خدنا مثلاً النيتروجين النيتروجين بيبقى seven وعملنا له configuration of three to five فكده هو active إنما لو جينا بصينا للهيليم سوري للنيون مثلا آهو النيون ده ten إني إيه هيقاتو eight كده هو inactive المهم نرجع تاني للسؤال بتاعنا أنا بس حبيت أشرحه عشان ساعات بيقف قدام زماني لكم بيقول لي هنا إيه chemical activity of an element to build on electrons in outer most energy level السؤال اللي بعده بيقول لي an element has two electrons in L level سوزا atomic number بتاعه كام طب انت الوقتي كlevel انت راجل عندك في أول level اللي هو الكي وعندك ال L هو بيقول لي إن في ال L اللي هو تاني واحد أنا عندي two electrons يبقى أنا هحطه two هنا في ال L لهو يبقى أنا كان عندي كام في الكي ما هو كي أصلاً بيشيل توه يبقى two و two يبقى كده الإجابة four هقول تاني هو بيقول لي an element has two electrons in L يبقى عنده atomic number كام طب أنا عشان أرسم ال L لازم أرسم الكي ما هو ما ينفعش أن أنا أحط ال L من غير الكي ما هو بيبدأ بKLM فالK كده هيبقى فيها two وال L هيبقى فيها two يبقى كده لو جمعتهم هيبقى كام هيبقى four الإجابة طبعاً number B السؤال اللي بعده بيقول لي all the following are active elements except طيب أنا هعرف إزاي active ونلاقيين active زي ما قلتلكم يا شباب هنعمل configuration ولو في الآخر مش كامل يبقى active الكامل يبقى إن active هو هنا بيقول لي except يعني كلهم active معادة مين؟ معادة طبعاً الأرجون لأننا لما عمل configuration للأرجون هلاقي الأرجون ده عبارة عن إيه؟ two eight eight فهو عنده eight electron outer most energy level عنده ثمن إلكترونات في الأouter most energy level وبالتاني هو كامل سؤال number nine بيقول لي cooking bands are made of aluminium only stainless steel only خلينا ناخد الإجابة number D اللي هي B and C لو السؤال عندك في aluminium بس من غير stainless steel اختار aluminium إنما لما يقول لك aluminium و stainless steel اختار الاثنين لإن الاثنين بيستخدموا في صناعة الكوهنج السؤال number 10 بيقول لي substance that float on water surface is طبعاً cork إحنا عارفين إن اللي بيعمل float هو الكورك سؤال number 11 the property of electric conduction distinguishing factor عامل تفرئة ما بين طبعاً هناخد هنا electric conduction يعني بيوصل ولي ما بوصلش أو good conductor أو back conductor طبعاً الإجابة هكون iron and wood سؤال number 12 بيقول لي an object of twenty newton will weight بتاعه five is potential energy equal طبعاً السؤال ده مهم جداً 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 وهيجيلكم في المتحان بيقول لي هنا potential energy equal weight by height فأنا هحط الweight بيكام الweight by twenty خلاص والheight بيكام الheight by five يبقى twenty by five طبعاً الإجابة هتكون إيه؟ هتكون one hundred بيمتون حالة السؤال إزاي؟ السؤال اللي بعده بيقول لي هنا if you sit down beside لو أنت قعد جنب electric heater heat transfer to you by A طبعاً electric heater من الحاجات المهمة جداً إنه بينئل الheight بالconduction sorry بالconvection والradiation scorpion بيلنجتو إيه؟ اللي scorpion ده بيبقى عنده four pairs of jointed legs فبيقى طبعي الأركنايت fourteen الإجابة بي equal masses of different substance have a طبعاً have different volumes طب هو ليه different volumes أنا هقول لك ليه different volumes هو بيقول لك equal masses يعني لو أنت جبت كيلو وكيلو كيلو من حاجة وكيلو من حاجة تاني يعني كيلو حديد وكيلو خشب هل كيلو الحديد في الحجم أدي كيلو الخشب؟ لا في volume مختلف ده volume وده volume يبقى different volume فهمت السؤال إزاي؟ يبقى الإجابة different volume 16 بيقول لي when substance sinks in water it means density أي بالنسبة للووتر طبعاً مور زين لأن إحنا عارفين اللي مور زين الووتر بيعمل sink سؤال number 17 بيقول لي matter doesn't take shape of container قصدو هنا مادة لا تأخذ شكل الحاجة المحتويها يعني أنا لو جبت مثلاً حاجة وحطتها جوا حاجة تانية هلاقي إن الشكل ما تغيرش زي السولد يبقى مين يبقى السولد يبقى الإجابة هنا 17 solid one molecule أو the molecule of oxygen composed of kham atom طبعاً 2 atoms الأكسجن بيقى 2 atoms سؤال number 19 بيقول لي particles which revolve around the nucleus of an atom RA اللي بيلف حولين النucleus طبعاً بيكون الإلكترون سؤال number 20 بيقول لي from animals which don't have body support طبعاً الجلي fish إحنا عندنا animals don't have body support وعندنا external support وإنترنal support مقصود able support الدعم زي العض مثلاً ففيه اللي ما عندوش أصلاً اللي ما عندوش أصلاً زي مين زي الجلي fish والأكتوبوس سؤال 21 بيقول لي the number of energy levels in heaviest atom أصدو هنا أكبر أتوم هتلاقي فيها كم level طبعاً أكبر أتوم هتلاقي فيها seven energy levels سؤال 22 بيقول لي inert gases مين في دولة inert gases طبعاً الهيليم helium neon argon خليك فاكرهم من هما inert gases سؤال number 23 بيقول لي heat transfer from sun to earth by طبعاً بينتقل بالradiation إحنا كنا خدنا ثلاث أنواع من transfer of heat خدنا حاجة اسمها conduction حاجة اسمها convection حاجة اسمها radiation الconduction كان بيبقى في solid الconduction كان بيقى في كان بيقى في solids و الconvection كان بيقى في liquid والgaz الconvection كان بيقى في الgaz والليquid إنما الradiation الradiation ده كان بيبقى في الأغلب من الصن يعني الأشعة بتاعة الصن بتجلنا عن طريق الradiation لأن الradiation ده إن الheat تقدر تمشي في medium and no medium السؤالي بعده بيقل لي الناس بتعمل like لأن اللايك مهم جداً للفيديو سؤال 24 بيقل لي إنكار إنجن إيه إنرجي أو فيول إز تشينجد إنتو هيت إنرجي أند ميكانيكال إنرجي إيه هي الإنرجي في المحرك بتاع العربية اللي بيتحول لهيت ولميكانيكال كنا خدنا في الدرس بتاع transfer of heat إذا transformation of energy inside car وقلنا إن الكيميكال إيه أنا بحط بنزين بحط فيول البنزين ده بيتحرق يتحول لثيرمل اللي هي هيت يعني وبعد كده يتحول للي ميكانيكال وبالتالي يبقى الإجابة هنا عندنا هي كيميكال إيه الكيميكال إيه هي اللي بتتحول لهيت and نروح للسؤال اللي بعده 25 بيقوللي أميبا إجلينا براميسيوم نقدر نفرقهم ما بينهم وبعد بإيه طبعا بالطريقة الحرب نروح للبعد 26 بيقوللي إنسكت إجاكتلي looks like the plant plant branches إيه الحشرة اللي بتبقى شبه branches of plant طبعا دي اللي ستيك إنسكت سؤال 27 بيقوللي teethless mammal يعني حيوان مالوش سنان طبعا اللي سلوس والأرمديلو فالإجابة هتكون number D السؤال اللي بعده بيقوللي permanent source of energy طبعا المصدر الدائم للإنرجي هو sun electric energy is converted into sound فيه طبعا الكهرباء تتحول ل sound في radio cassette taste property الطعم إحنا خدنا electric conduction أو نفرق بالإلكتريستي وخدنا نفرق بالcolor ناخد بقى بنفرق بالtaste بالطعم طبعا نقدر نفرق بين sugar و salt السؤال number 20 أو 31 بيقوللي belonging to animals which have no support اللي كنا لسه بنتكلم عنه إنه ما عندوش دعم فده طبعا الأوكتوبس dynamo convert mechanical energy into إيه الدينامو ده بيتحرك يلف 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 يطلع كهرباء فبيحول mechanical اللي الكيناتيك energy يعني لإلكتريك الإنرجي طبعا is permanent source of energy طبعا صنع rat has ايه الرات ده يعتبر حاجة اسمها rodent خلينا فكركم بالحطة دي احنا عندنا بالنسبة للسنان بتاعة الانيمالز احنا عندنا حاجة اسمها teethless mammal اللي اسمها rodent اللي ايدنتاتس دي سلوس وارماديل دول ما عندهمش سنان أصلا وفي بقى اللي عنده سنان يقيم ما يكون front teeth السنان خارجية حاجة اسمها sharp incisor دول بيتقسموا شباب بيتقسموا للرودنت واللاجومورف اللي هي السنان اللي فوق يعني يا ايه ما يكون one bear in it jow يعني عنده سنتين فوق وسنتين تحت ما هو الbear يعني سنتين عنده سنتين فوق وسنتين تحت فده كده اسم رودنت واما يكون انه عنده two bears in upper jow وone bear in lower jow هو كده اسمه لاجومورف فاحنا نرجع هنا تاني الرات بقى مين فيهم الرات طبع الرودنت يعني عنده one bear in it jow فالسؤال هنا بيقول ايه السؤال هنا بيقول ان رات هاز ايه طبعا الرات هيبقى اللي جابة number b انه has one bear of incisor in it jow السؤال number 35 بيقول the sun is طبعا resource of permanent energy السن مصدر للطاقة دائمة السؤال number 36 بيقول the radio cassette inside car بيحول ايه طبعا بيحول electrical energy into sound انرجو ده سؤال سهل جدا هتم symbol of potassium potassium طبعا k الاسئلة اللي هي السهلة انا بجوب على طول 38 بيقول some substance need he to get soften such as ايه في بعض المواد بتحتاج ان هي تتسخن عشان تسيح او علشان تبقى soft زي من طبعا احنا قلنا قبل كده زي iron او metal سعموم secreting sweet by skin انك تطلع الافراز العرق ده بيكون ايه طبعا ده بيكون functional adaptation السؤال اللي بعده number 40 بيقول an object 10 newton is placed at 5 طبعا احنا اخدنا weight والheight ابلي كده هنعمل الاثنين time بعد هيدينا 50 joules السؤال اللي بعده كده بيقول 41 handles of cooking woods made of wood طبعا the rule of technological application is represented by فكرة التكنولوجيا بتتمثل في ايه طبعا التكنولوجيا فكرتها بتتمثل في using energy resources and converting energy from one form to another يعني ان فكرة التكنولوجيا اصلا ايما علي ايما ايما على ان اخد نوع من انواع الطاقة وحول لنوع ثاني سؤال number 43 بيقول have intermolecular force من اللي عنده intermolecular force الصليد قصدي عنده intermolecular force سؤال number 44 بيقول لي is example of plants that reproduced by spurs احنا كان عندنا نباتات بتتكاثر بحاجة اسمها spurs ايه بقى الموضوع ده يا مستر تعال سريعا كده اوصلكوا على الحتة دي بيقول لي هنا ايه انا عندي تقسيمة النبات ان انا عندي البلانتس دي بتتقسم بناء على الطريق وفي نباتات بتتكاثر بحاجة اسمها seeds ال spurs دي زي الفوغير والأديانت انما seeds بتتقسم لجيملوسبر وأنجيوسبر ده seeds خلينا في seeds خلينا نروح للأنجيوسبر النوع ده بيبقى في حاجة اسمها monocoteliden ونوع اسمه dicoteliden ماشي السؤال بقى هنا بيقول لي السؤال بيقول اللي بيتكاثر بالسبورس من الفوغير والأديانت ماشي الفوغير والأديانت السؤال اللي بعده طبعا الجبهين هتبقى الفوغير السؤال اللي بعده 45 بيقول لي من أنيمال التي لا لدي بادي سبورت طبعا جلي مش وشرحنا السؤال ده كذا مرة وكون السؤال بيتكرر يا شباب زي السؤال اللي جاي ده معناه انه هو بيتكرر في امتحانات كتير يعني مسلا السؤال number 46 بيقول لي هنا بيقول لي is transferred by convection اللي يتنقل بالconvection احنا خذنا الconvection ده اللي يتنقل بالgas والليquid وين atomic number of an element equal mass number it means that there is no a ده سؤال مهم جدا انا لما يكون عندي حاجة مثلا زي السوديوم ركز معي كنت بتجيب neutrons ازاي كنا بنجيب neutrons اننا بنعمل ده minus ده فلو احنا عملنا ده minus ده يبقى zero يبقى هو ما عندوش neutrons يبقى في حالة ان المas number بيساوي الاتomic number انت كنا ما عندكش neutrons فالاجابة هنا هتكون neutrons نقول تاني انا علشان اجيب neutrons فبعمل mass ساعتها هيبقى there is no neutrons السؤال 48 ده متكرر بيقول ثرد انرجي اليفل بيتميلي كام بيتميلي بيت سؤال number 45 بيقول color property distinguishing factor طبعا هنا ده بيفرق ما بينهم وبينفرق بينهم وبين بعض ال iron وال gold عشان ده color property the molecule of gases element that consists of one atom طبعا اللي بيتكون من one atom يا شباب هو helium الله طب انا هعرف ازاي الكلام ده مستر هرجع اقول لك تاني في حاجة اسمها inner gases inner gases دي اللي هي noble gases دي بتتكون من one atom فلما يقول one atom تقول يا اما helium او argon مثلا او neon ايه transferred through liquid ما y طبعا في liquid بيبقى be convection the molecule of ammonia consists of ايه طبعا الامونيا الفورك لالرات the number of scissors in upper geocam طبعا one bear one bear in h geocam او 54 بيقول ترانسفير from sun to earth by a اللي هي بتمشي من sun لل earth طبعا بال radiation السؤال number 55 بيقول لي هنا when object thrown upward يعني لما ترفع object الفوق اللي بيقل decrease وهنا بيكلمني عن decrease طبعا اللي بيقل هنا هو kinetic energy انت بترفع الحاجة الفوق فسرعتها هتفضل تقل فالkynetic energy هتقل واللي هيزيد potential energy spiders belong to arachnid وكنا شرحنا السؤال ده قبل كده طيب هو يا مستر ممكن تراجعنا الحتة arachnid والانسكت دي حاضر تعال راجع الحتة دي بسرعة انا عندي ثلاث انواع من الحشرات او من الكائنات اللي عندها jointed legs اللي عندها argol مفصلية يقولك ان عندي حاجة اسمها insect وarachnid وmyraboots الانسكت بتبقى عندها three bears of jointed legs ثلاثة والارachnid عندها four bears of jointed legs والتانية دي namers الmyraboots الانسكت زي الانت واللغست والبي والكوكروتش السبايدر والسكوربيون دو الاجزامل على arachnid دو الاشهر two examples والmyraboots دي بتبقى زي scullo bandera وجوليس يبقى نرجع تاني للسؤال هو بيقولي هنا ان السبايدر بلونج to a arachnid b السؤال اللي بعده السؤال number 57 بيقولي the number of atoms equal to the number of element in a molecule طب ده السؤال برضو من الاسئلة المهم انا كان عندي حاجة اسمها compound والcompound ده هو مركب من كذا حاجة يعني كذا atom مع بعض يدونا ايه يدونا compound وكم من examples الcompound اللي عندنا في المنهج الhydrogen coloride والwater molecule والamonia molecule نقول تاني يعني compound يا مستر compound يعني combination between different elements اكتر من element اتحدوا مع بعض عملوا المركب المركب ده كلمة مركب يعني compound السؤال بقى بيقول لي امتى عدد الاتوم بيساوي عدد element يعني يا مستر مش فاهب يعني انا مثلا لما اجي اقول لك حاجة زي الwater الwater دي رمزها ايه الwater دي رمزها او formula بقى نسميها formula لما يكون كن بقى نقول علي formula يعني ايه 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 يعني فيها 3 ايه 2 elements ازاي مستر فيها 2 elements ما هو فيها hydrogen و oxygen دول العناصر اللي موجودة ايه هي الافراد او الاعضاء بتاعت الكمباون ده الافراد او الكمباون ده مكون من elements ال hydrogen oxygen فهنا عني 2 elements وكم atom و3 atoms 2 hydrogen و1 oxygen يبقى لما قول لك elements تقول المكونات تقول لي هو فيه كام حاجة مختلفة في هنا hydrogen oxygen طيب عددهم بقى كام عددهم ده الاتوم هنا السؤال بيقول لي بقى السؤال بيقول لي السؤال بيقول لي مين الكمباون اللي number of atoms فيه equals the number of elements فبنرجع تاني تعال نشوف الراجل اللي اسمه او الكمباون اللي اسمه hydrogen coloride الhydrogen coloride ده اسمه HCl بيتكون من واحدة hydrogen وواحدة colorine لو انا بسيت للكمباون ده طب فيه كام element فيه اتنين hydrogen colorine طب فيه كام atom اتنين اللي هي واحدة hydrogen واحدة colorine يبقى هو ده اللي number of atoms فيه equal number of elements يبقى السؤال هنا hydrogen coloride لو ما مفهمتش السؤال ده ارجع في الحتري تاني السؤال number 58 بيقول the example of living organism undergoes hibernation من الحاجات اللي بتعمل hibernation طبعا الفرق نروح للسؤال بعده 59 بيقول heat transfer by radiation takes place through from animals that undergo ice division من الحاجات اللي بتعمل ice division هي الجرب السؤال اللي بعده سواني لا طبعا آه sorry السؤال اللي بعده بيقول ايه 61 from plants that reproduced by forming spores من النباتات اللي بتعمل spores طبعا الفوجير احنا قلنا fugير and adiantum ايش يا شباب السؤال اللي بعده انا بس في جزئية هنا عاوز اورها لكم قليكم معايا سواني طريعا جدا احنا عندنا هنا بصوا شباب الhybernation اللي هو بيبقى في الوينتر ماشي ده اجزامبل عليه الفرج والice تيفيشن اجزامبل عليه بيبقى الجورب الice تيفيشن في السمر عشان بس الhybernation في الوينتر والice في السمر خلاص وي ال اجزامبل على الhybernation فرج خليك فاكرها وي الice بيبقى جورب ماشي انا بس حبيت ان انا الفت نظار كل الموضوع خلاص قلنا الice بيبقى فوجير ماشي 62 الاسئلة كتيرة بس مهمة جدا جدا يعني ان شاء الله مش هيخرج من الامتحاني ماملس انا 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 اللي ما عندوش نيوترونس هو الهايدرون ماشي هي ترانسفير الليكويد والجاز بيبقى ايه طبعا بالكونفكشن احنا قلنا الليكويد والجاز بيبقى كونفكشن السؤال اللي بعدو بيقول لي from animals that make hibernation احنا لسه بنقول hibernation بيبقى ايه طبعا الفرق احنا قلنا خلاص احنا قلنا الهايبرنation يقل الفرق والأيستيفيشن الجرب لان انا باخد بالي كتير ان الناس ما بتاخدش بالها يعني ايه من الحتة دي ماشي hibernation فرق طيب نروح بعد كده يا شباب ليه السؤال اللي بعدو احنا وصلنا لحد كل دول الاركنايد ما عدا مين طبعا ما عدا اللاكوست او اللاكوست دوا بيبقى الطبع الانسكت لان احنا هنا قلنا ان السكوربيون والسبايدر دولا بيكونوا اركنايد السؤال number 67 بيقول لي electric lamp change a energy to light energy electric excellent 68 بيقول smell property الرائحة طبعا بتفرق بين الperfume and finger 69 بيقول لي the level n k l m n k l m n 2 8 18 32 يبقى بيشيل 32 70 بيقول لي third energy level saturated يتميلي بكم electron التالت k l m m 2 8 18 يتميلي بي 18 electron السؤال number 71 بيقول لي heating coil made of a alloy طبعا احنا عندنا two alloys في المنهج بتاعنا nickel chrome and copper gold nickel chrome هوا لي nickel chrome سوري ال nickel chrome ده اللي heating كوي 72 بيقول لي reproduced by forming spores مين اللي بتاعمل بال spores طبعا احنا قلنا vogue and the adeanthem لو تفتكر احنا شرحناها من شوي 73 بيقول لي car engine changes at first chemical energy to a energy car engine بيحول chemical energy to heat energy وبعدين بياخد الهيت حولها mechanical السؤال number 74 بيقول لي air heats up its density decrease طبعا بصوا بقى شباب انا عندي لما the heat درجة او سوري لما air درجة حرارته تزيد يحصل له decrease في الا يحصل decrease في density فيحصل raising up يطلع لفوق السؤال number 75 بيقول لي the electron is a charged طبعا negative the number of bears in scorpion اللي scorpion ده احنا قلنا الأركنايدي يعني 4 bears 77 بيقول لي an object weight equal 6 and the height equal 5 ده انا سيبوكو تحلوه سهل ده هتعمل weight by height طبعا 78 بيقول لي زي monoeatomic liquid molecule monoeatomic liquid molecule يعني عاوز liquid بيكوّم من one atom ده الميروكري طب لو قال لي liquid بيكوّم من two atom سأقول له bromine أنا عندي liquid مثل بيكوّم من one atom monoeatomic liquid ده mercury dieatomic liquid ده bromine plants reproduced by seats 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 مش بقى من spurs هنا seats بقى احنا قلنا الفوجير والأديانتم دولت spurs انما البين ده طبع seats by increasing kinetic energy of particles لما زود الحركة بتاعت البارتكلز لما تزود الحركة اللي بيزيد هنا يا شباب اللي بيزيد temperature 81 بيقول لي electric energy is converted into kinetic energy in electric بتتحول لكينetic فين طبعا في electric fan 81 هتبقى الإجابة A sorry B 82 بيقول لي bird migrate in winter مين الطائر اللي بيطير ويهاجر في winter طبعا quill 83 بيقول لي in solar cell ده اول حاشة رحطها خالص solar cell السولر بتتحول لإيه طبعا بتتحول لإلكتريك energy 84 distance among molecules are very small المسافة بتبقى قليلة جدا فين طبعا في solid ومين في solid copper كفتان حالت السؤال إزاي bird migration represent A higrid الطيور بتمثل A بتمثل behavioral adaptation number of electrons saturated k k l m n o p q r ما فيش بقى بعد q حاجة k اول واحد بيتميلي بكام بيتمي 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 2 dynamo convert mechanical energy into electric احنا كنا شرحنا قبل كده ان الدينامو دا بيتحرك بيلف يطلع electric energy 87 a the sun is a source of energy شرحنا كتير هو permanent source of energy او مصدر دائم للانرجي dynasty of petroleum oil الزيت بتاع البترول بيبقى بالنسبة للووتر ايه طبعا بيبقى less than كلمة less than يعني اقل منه وبالتالي انا i can't distinguish petroleum fire by using water because water dynasty is more than oil او ممكن تقولها العكس ممكن تقول بكوز ذا petroleum oil has dynasty less than dynasty of water so it will float البترول بيبقى عند dynasty اقل من الووتر السؤال اللي بعده سؤال number 90 بيقول insectivorous plant can't absorb nitrogenous substance to make protein هو بياخد اصلا الحشرة يكلها علشان يعمل منها البروتين بتاعه secretion of from snakes is example of adaptation فكرة ان التعبان ينتج السم بتاعه ده بيكون function adaptation زي secreting suite مثلا عند الهيومن ده بيبقى functional positive charged particles ايه طبعا positive charged particles ايه protons potassium is symbolized by طبعا البوتاسيوم رمز k from gemnosperm plants من gemnosperm plants احنا كنا خدنا حاجة اسمها gemnosperm وحاجة اسمها angiosperm من gemnosperm plants طبعا هنا elbine and ده example عليه pine and cy cast فالإجابة هنا هنشوف بقى هو جايب لي اختيارات انا ايه هقوله هنا gemnosperm انت جايب لي مين بقى pine plant او density measuring unit is a gram per cubic centimeter gram per cubic centimeter heat is transferred by radiation by material and non material احنا عارفين ان ال radiation بيبقى في material and non material monotomic liquid والسؤال ده كنا خدناه من شوية وقلنا ان المون atomic liquid هو mercury طب هو هنا مش جايب لي كلمة mercury جايب لي الرمز بتاعه وبالتالي انت هتختار الرمز بتاعه بقى شاطر هتش هتش جي برافو هتش جي هو رمز mercury بيقول لي هنا the rule which is used to find electronic configuration for the first four energy levels is 2n power 2 احنا كنا خادنا الرول الرول تحسب عدد الالكترون في كل level اسمها 2n square أو 2n power 2 99 هنا بيقول لي if an object of mass 1 kilogram moved by speed 4 meter per second so it's kinetic energy equal كام هنا هتطبقها بقى القانون بتاع kinetic energy اللي هو half time mass time b square وتحسب وشوف هتطلع كام مثال السؤال number 100 والسؤال last question آخر سؤال scorpion belong to a arachnite ال revision دي خلصت وهي revision جميلة جدا وال answers عندكم هي كلها الإجابات موجودة في آخر المنزمة المنزمة هتلاقوها في أول تعليق تحت الفيديو وأي حد عنده سؤال يكتبه لي في التعليقات وكتبه لي يا شباب في التعليقات بتستفيدوا ومبسوطين ولأ بتمنى من كل قلبي إنكم تكونوا الأوائل وبإذن الله هتكونوا الأوائل وبتروا ذكروا وبتروا خليكم واسقين في نفسكم إن شاء الله إن أنتم هتكونوا أحسن ناس بتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح كنت معكم مستر أحمد البشر باي باي